نيابة عن جلالة الملك المعظم والأمين العام للجامعة العربية ومشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى وأكد سعادة وزير العدل موقف مملكة البحرين الرافض لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف وضرورة الحفاظ على هويتها التاريخية والدينية والحضارية والعمل على دعم لاشقاء الفلسطينيين وأكد موقف البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الشرعية الدولية وحقه في إقامة دولته المستقلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر